22 مليون يمنيا بحاجة إلى المساعدة للحصول على الرعاية الصحية في ظل انهيار المنظومة الصحية في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات هذا ما أكدته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان مقتضب مؤكدة احتياج ما يقارب نحو 21.9 مليون شخص في اليمن إلى المساعدة للحصول على الرعاية الصحية المنظمة أشارت أنها قدمت الخدمات الصحية لأكثر من خمسة ملايين شخص في العام الماضي بما في ذلك نحو 1.5 مليون شخص تمت مساعدتهم من خلال الصندوق العالمي لمكافحة فيروس المناع المكتسب الإدز والسل والملارية وكغيرها من المنظمات الحقوقية والإنسانية حملت المنظمة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عواقبة دهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن بسبب تدميرها الممنهج لهذا القطاع الحيوي الهام وتحويل المرافق والمراكز الصحية إلى ثكانات لعناصرها في عدد من المناطق التي تسيطر عليها ما جعلها خارجة فعليا عن الخدمة وفي وقت سابق أتلفت المليشيا المدعومة من إيران كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية بسبب تكديسها في المخازن لفترات طويلة متعمدة حرمان المواطنين من الاستفادة منها ما أثر غضب المنظمات التي كانت قد أرسلت كميات كبيرة منها للتخفيف من حجم المعاناة الصحية في البلاد وفي آخر تقرير لها أكدت منظمة اليونسيف أن نحو نصف سكان اليمن لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية بينهم أكثر من عشرة ملايين طفل ونحو خمسة ملايين امرأة لا يمكنهم الحصول على الخدمات جراء الأزمة التي أفرزتها الحرب الدائرة في البلاد وهو ما يتطلب دعما دوليا حقيقيا لإرسال المساعدات وضمان وصول الرعاية الصحية لكل طفل وأم تعاني نتيجة الأوضاع المأساوية في اليمن